اشتركوا في القناة تصبر واتكالا على الرب وحده رجاء شيء كتير مهم نحن عنا بحياتنا المسيحية رجاء هو الأمل وشي يتحقق بعدين عنا أمل أنه يصير السلام بس وقت تحطي أملك بالبشر بخيب وقت تحطي أملك بالله بصير رجاء اسمه وهون يعني أنت وإيمانك ونحن نتحدث عن إيماننا المسيحية إيماني إيمانك هو ذاته إيماني لأنه عنا ثلاثة أشياء يقول عنه المربولوس الرجاء والإيمان والمحبة الآن الإيمان وقت اللي بلمس ربنا بينتهي دوره بينتهي الإيمان خلاص أنا شفت ربنا ولمسته الرجاء وقت اللي بتحقق الشي اللي أنا كنت بتمنى اللي هو الخلاص كمان بنتهي وشانيك بيقول أعظمة هن المحبة المحبة بتظلة مستمرة نعم بتظلة مستمرة بحياتنا حتى بعد الموت يعني بعد العبور نسميه بتظل المحبة لأنه هي عالم السماء يلي بدنا نعيش فيه لأنه ما نفوت بقلب الآب هذا هو العبور طبعا من حيات الأرض إلى قلب الآب نعم أبونا عم يد هالمحبة اللي ذكرتها اللي هي أعظم الوصايا قدالي اليوم فعلا عم نعيشها وحقيقة معاشة بحياتنا أولا كمسيحيين وبعدين مع أخوتنا من غير أديان هاي دي رسالتنا نعم نحن وقت المتخلى عن المحبة بنكون عم تخلى عن مسيحيتنا المسيحية هي عمل المحبة مستمر يعني هو زواج ماروني إذا بدك المحبة لأنفصال عمل المحبة لأنفصال فيه خلاص اخترت أنا أكون مسيحي معناتها اخترت أني ضل عيش هالمحبة هاي دي طول قيام حياتي وقت اللي بمرء بتجربة بضعف وقت اللي بمرء بظرف مضايقات اضطهاد يمكن تجوهرني أكتر ويمكن تخليني ابتعد عن الإيمان وبعدين الأول يمكن تخليني بمرحلة فطور بصير عندي شك إنه مزبوط مش مزبوط فما فينا نتخلى عن المحبة وما في الإنسان يعيش بلا محبة حتى الغير المؤمن ما بيقدر عيش بلا المحبة نعم المحبة هي أساس حياتنا هي أساس وجودنا من أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه يقلنا ماريوحنا فالمحبة يلي بتدفعني عمل أعمل هالسيمار الروح مع أختي خصوصا هلأ بهذا الظرف وهي بتخليني عيش هيدا الرجاء إنه في شي بعدين بدي يتصلح في شي بعدين بدي يستتب فيه بس هيدا عمل الله يعني أنا بأمن إنه الله عم يشتغل اليوم عم يشتغل فيه وعم يشتغل من خلال اللي عم بيعملوا الحروب بس أنا كمسيحة بحق مشيط الله اليوم من خلال عمل المحبة من خلال عمل الرحمة اللي بعملوا خصوصا مع أخوتنا اللي هجروا تركوا بيوتهم تركوا أرزائهم تركوا كل شي وعم يعيشوا بهالظروف الصعبة وبي ظروف مهينة بس هيدا ظروف مش الله اللي فرضها ولا الله اللي طلبها بس كتار من الأشخاص بيكون عندهم عطب ولوم على الله ليه عملت فينا هيك وليه خليتنا نوصل لها المرحلة يعني كأنه بيكبوا اللوم على الله أكتر ما هو اللوم على على الأشخاص اللي سببوا بهالأزمات بشي طبيعي لأنه ربنا دائما اللي بتحمل هو الضربات هو بيرد عنا هو اللي بيحامي عنا بس أكيد منه قاعد عم يتفرج علينا عم بيعاني مع الإنسان اللي عنده هلأ الصعوبات هو عم يعاني معه وعم يتقلم معه وبنفس الوقت عم يبعط للأشخاص اللي عم بيعملوا الحروب عم يبعط لهم رسائل بيبعط لهم أشخاص بيبعط لهم وحي بيبعط لهم إلهام أنه وقفوا أعمال الشر بس هو عنده طريقته رح يأثر عليهم بطريقته بس هذه بتاخد وقت دائما هالرجائي اللي عندنا نحنا مش لازم يموت يعني بدنا نتشبه دائما بالإديسين اللي كانوا قابلنا التلات نية سنة مرأوا للمسيحيين تلات أول تلات نية سنة كل اضطهاد طيب وين كان يسوع كان عم يضطهد معهم كان عم يتقلم معهم كان عم يجوع معهم كان عم ينجلد معهم اليوم كمان نحنا عم نمر بهايدي مرحلة زبدك لا استقرار يلي في ناس فرضوه علينا مش نحنا بإرادتنا يعني هيده ولكن الله يتألم معنا يسير معنا يحمل معنا ونحنا عنا الرجاء إيمان إنه الله مش رح يتركنا في شي حلو بدي يسير بعدين بس قمتين ما بنعرف يعني هيده المدة الزمنية مين بيحددها ما حدا بيحددها لا أنا ولا أنت ولا ربنا حتى كمان بيكون هو عم يشتغل يعني أنا عندي إيمان إنه هو عم يشتغل ومش إنه بدي يشتغل عم يشتغل هلأ ربنا ما بيقف شغل يعني شغل دائما هيده هيده الرجاء اللي نحنا عايشين فيه عشان هيك بدنا نتحمل بدنا شوية صبر بدنا شوية فرح وأنا وقت اللي بكون عم عيش هالإيمان هالرجاء هالفرح كنا مشيت الله من خلال الأعمال اللي كنا عم نحكي عنها من شوية من أعمال الرحمة كون أنا ماشي بمشروع الله شوفي رسالة مربورس لأهل روما كتير حلوة بيحكينا فيها عن الرجاء أنا محضرة هوني على التابلت نسمع بإلنا فإني أقول بالنعمة المعطات لأقول لكم لكل من هو بينكم أن لا يرتأي فوق ما ينبغي أن يرتأي بل يرتأي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان لكل واحد حسب إيمانه بيشتغل فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد نحن كمان بالكنيسة في عنا أعضاء كثير ومواهب كثيرة هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضي لبعض بالآخير بيقلنا أنه يلي عنده موهبة الخدمة فليخدم يلي عنده موهبة التعليم فليعلم يلي عنده موهبة الوعز فليمارس موهبة الوعز يلي عنده كل إنسان بحسب موهبته وبيختم هيدا مش بيختم بكفة أنه لا تتكاسله غير متكاسلين بالاجتهاد حرين بالروح عابدين الرب فريحين في الرجاء الفرح دائما بدي يكون عنها الفرح بالرجاء حتى لو كان عنها المرض حتى لو كان عنها التشريد حتى لو كان عنها التهجير بدي نفرح لأنه فرحي مش بالأرض أنا فرحي بوجود الله بحياتي وجود الله بحياتي هو بيخليني استمر على هيدا الإيمان واستمر عم حقيق ماشية الله شو بدك مني يا رب هيدا الظرف أنا شو بتطلب مني لحتى كون إيدك هون كون عينك كون دينتك ومن خلالي الله بيشتغل ومن خلال كل إنسان مسيحي معمد الله يعمل واشتركينا في احتياجات القديسين عكيفين على إضافة الغرباء شوفي من 2000 سنة ماربولوس يوصينا بهذه الأعمال الحلوة باركوا الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا وبالآخر بقلنا لا تجازوا أحدا شرا بشر بل واجهوا الشر بالخير فهيدي بعتقد أصعب الأمور اليوم أنا وقتلي بكون عايق أو بعرف إنسان انخرى ببيته وترك أرزق بحي الله محل وجاي عم بعيش بهالظرف الصعب هيدا ما بدي تقل عليه وصير قل له إنه الله عم بعائبك وصير قل له إنه نتيجة أعمالك أو نتيجة قرارك ما فيني تقل عليه ما هو دجاء حامل حملة قيل أنا بدي يخفف عنه شوي قديش فيني يخفف بدي يخفف هيك بعتقد تكون عم حقق مشيط الله وبعتقد كمان تتحقق الأيل وقوله ماربولوس حيث كثرت الخطيقة تفيض النعمة خلي تفيض النعمة نحنا من خلالنا من خلال حضور الله بقلوبنا بمحبتنا بعلاقاتنا بعضنا البعض العلاقات الصادقة اللي فيها بعيدي عن النفاء والكذب والغش والخداع خلينا نتخلى عنونا دولي ونعيش شوي مع ربنا ونشوف إذا ربنا بهيدا الظرف معنا اليوم شو بيتصرف كيف بيتعامل مع عاودي الأشخاص بأي طريقة هون أبونا عميد عم نحكي عن ناس فعلا عندهم مسيرة روحية ناضجة وواعية بس إذا إنسان هيك بالعادة عم بيواجه هذه الصعوبات والمشاكل كيف يعيش الرجاء؟ يعني إنسانيا نحنا بنقدر نعيش الرجاء بعيد عن الإيمان؟ أكيد لا أكيد لا الرجاء عم مثل ما قلت لك إنه رجائنا بد يكون بأله مش بالأرض ولا بالأشخاص إذا حطينا رجائنا بالأشخاص بنتعب ونصير أشقى أشقى جميع الناس رجائنا بأله بربنا يسوع المسيح هلأ يلي ما بيآمن بيسوع المسيح يعني بإيمانه هو يعني مطلق إيمان بيكون في هذا الرجاء؟ عنده الأمل نسميه الأمل نحنا أمل البشرة هيدا الأمل ممكن يتحقق وممكن لا بينما الرجاء لا بده فيه شي فيه شي بده يعني مثل مثل العدرة وقت اللي كانت بعرس قال الجليل وخلص الخمر كانت عارفة إنه ابنه يسوع رح ينقذ الموقف أكيد يعني هون شي مؤكد أي إنه هي عارفة إنه بده يتصرف وعارفة إنه بده يعمل شي حلو فقالت له إنه الجميع خلصوا خمر قال له ما لي ولا كي يا امرأة استفيد مهما قال لكم ففعلوه عنده هيدا الرجاء يلي عايش عليه العدراء إنه ابنها بده يعمل شي يخلصنا يعمل شي حلو وينقذ الموقف البشعي اللي نحنا فيه هيدا الرجاء مش موجود عند كل البشر موجود عند الأشخاص يلي بيفتحوا قلبهم لربنا فيه عنا نحنا اليوم عايشين ب عالم فيه وسن كتير فيه أصنام كتير فيه أشخاص مؤلهين منقلهون فيه أشخاص منزحف قدامهم مع الأسف العالم المادي عم يخلينا نبتعد شوي عن ربنا وهيدا الشي اللي بنعكس علينا يأس وإحباط وبيخلينا نعيش بزمن الغربة غربي عن حالي غربي عن وطني غربي عن ربي إذا ما فتحت قلبي لحياة الله بحياتي لمحبة الله تشتغل من خلالي بضل عبعيش بهيدا اليأس بهيدا الإحباط وبضل نزعلان وبنكد عيشتي وبنكد عيشة الآخرين اللي حوالي أبونا هيدا الأمور كيف منكتسبها اليوم يعني كيف منعيشها بالتزامنا بسلاطنا اليومية بمعرفتنا بتنشئتنا الروحية أو ممكن تجهك بالنعمة أنا فتحت قلبي وقدرت ألمس هذه النعمة أكيد ربنا أعطي هيدا النعم لكل البشر أنتي قد ما فيك تفتحي قلبك قد ما فيك تستفيدي عرفت كيف؟ يعني الواحد مثل بالشمس إذا تقدي بالشمس تستفيدي من حرارتها ومن ضوء الشمس إذا قد تقدي بفيت الشجرة أو تفوتي على غرفة وتسكري للبرادة وتعيشي بالظلام قد ما أنت بتنفتحي لا رحمة ربنا قد ما رحمة ربنا تشتغل من خلالك ومن خلال حياتك وتزرع فيك الفرح بالرغم من الإضطهاد بالرغم من التشريد بالرغم من التهجير بالرغم من الفقر ومن العوز دائما بيكون عندك هالفرح لا الله وحده يكفي وإدي سين كتار عاشوا هيدا الرجاء وكانوا فرحانين بحياتهم لأنه الله كان مليلون حياتهم كان مليلون قلبهم ونحن عم نحكي هشي عن خبرة مش إشي نظرية وإلا أنا كنت أول مرة بمرق فيها بالفشل بحمل حالي بفل بستسلم صحيح يعني وحس بهذا الإحباط اليوم بمجتمعنا كمان في كتير من الأشخاص عايشين بهذا الشكل يعني ويمكن ما يكونوا مسيحيين يكونوا ناس من غير ديانات ومثل ما ذكرت قدي الإنسان فعلا بعيش إنسانيته بيقدر يحقق كمان هذا هذا الأمل وهذا الرجاء عمل الروح لا يتوقف وعمل الروح الأدس ما بيشتغل بس بالمسيحي بيشتغل بكل البشر بكل أنواع البشر هو بيعرف كيف يخترق إذا فيه حواجز بيعرف كيف يخترق هيد الحواجز ويقدر يشتغل من خلال هيد الأشخاص فالروح الأدس كمان عم يشتغل بالخلية وكل الأمور كما بيقلنا ماربولوس كل الأمور تعمل معا للخير كل الأمور لأنه ربنا ضابط الكل ونؤمن بإله واحد قابن ضابط الكل شو ضابط الكل يعني كل شي عنده مضبوط وبيعرف شو بديو يصير وبيعرف أمتين الوقت تبعولها وبيعرف كيف بديو يحلها ليش هالحروب مشتعلة ليش هالدمار عم بحل ليش هالناس عم بتموت يعني قدي اليوم كمانا فينا نفكر الله وينو وينو ضابط الكل قادر يكون كيف يتاني من يدو هيدا نعم هيدا مشكلته معنا بالحرية هاي الحرية طبعا لأنه عطانا الحرية وهي الحرية هي ونعمة عطانا إيها للبشر ونحنا صنعنا صلاح نحنا اللي عملنا الصواريخ والأنابل والراجمات والطيران اللي بيطلعوا بيحرق العالم نحنا عملناهم البشر هاي ضد مشيط الله وقالنا له بدا نتحداك لأله وبالآخر عم تقعد ضرب علينا نحنا نحنا منأكل الضرب ونحنا منتهجر ونحنا منفتقر ونحنا منتشرد وبالآخر نجي لعند الله وينك من نقعد منصليله وكأنه الله نحنا هوني منشبهه كمان خطرات بعمل سحر يعني هيدا إيماننا اللي بيكون المختلط بين السحر الوسني وبين الإيمان الحقيقي فخطرات منقل له وينك يا الله نزال نزال بس وقت اللي منقول ياها بمحبة منعرف انه بدي نزال اللي بدي يخلصنا وغات اللي بدي قل له ياها بعملية سحرية انه تعاشل هيدا وكأنه أنا بدي أعمل السلاح واضرب ويرجع هو يجي يمسح وراي يعني ربنا بتدخل بطريقته الأبوية يلي فيها المحبة يلي فيها الرحمة وهو ما بيتخلى عن هيدا الصفة يلي موجودة فيه يمكن هيدا نقطة ضعف عند الرب مبارحة بكفر بهالكلمة انه محبته لقلنا قوية كتير أقوى من خطيطنا أقوى من الشر يلي منعمله لدرجة انه نحن بنعمل الشر وما منسأل عنه فمتل الباقي وبيحبوا ولاده كتير يعني منستغل رحمة ربنا منستغل أبوته منستغل محبته نحن اليوم هيك بهيدا مع الأسف الأشخاص يلي عم بيعملوا هيدا الشرور هني عم بيستغلوا هيدا المحبة منقلون ما يعرفه الفرق انه أنا كمسيحي عن غير قصد يمكن مش هنيك رحمته مش رح تخليهم يهلكوا هذول الأشخاص حتى هذول مش رح يهلكوا أبونا عميد بهال بهال فترة الزمنية الصعبة والأخطار المحدقة بكل الناس أدي صلاة بتفعل فعله وأدي ممكن تكون كمان مصدر للرجاء للهدوء الطمأنينة والسلام كتير مهمة كتير مهمة الصلاة يلي بدأ تعطيني هالتشريج الأول حتى ظل ثابت بعنصر طوبة لفاعلي السلام طوبة لأنقياء القلوب طوبة للودعاء حتى ظل ثابت أنا بعضلاتي وعلماتي والشهاداتي الجامعية ما فيني لحالي إذا ما في نعمة ربنا عمد شتيل أنا قوي بالذي وقويني مربولوس بإلنا وهيدا الشي اللي نحنا ناخده بالصلاة الصلاة بتقوي فينا هيدا الروح بتقوي فينا حضور الله بتخلينا نوعى لهيدا الحضور وبتخلينا نوعى للحقيقة أنه نحنا أبناء الله مش عبيد ولا موظفين عنده نحنا أبناءه نحنا أولاده لصاحب لرئيس المجلس الإدارة أولاده ومش موظفين عنده بيختلف الأمر كثير بس أوعى لهيدا الحقيقة إذا كنت موظف أو عبد أو ابنه تختلف كثير هذه النظرة نحنا كمسيحيين نعتبر حالنا أبناء الله بالمعمودية أخذنا هذه البنوية وش لأنه نحنا مناح أنه يفائق الصلاح وهيدا هذه الصفة الأساسية عند ربنا أنه بالرغم شرورنا لأنه يفائق الصلاح يسامحنا يغفر لنا يعطينا صفحة جديدة لعلنا أنه نتوب مثل هذا الإنسان الذي صاحب البستان قال له هالشجرة صلى تلت سنين عم تعطل الأرض شيلة قال له وعطينا بعد سنة دعني عشي بحولي وقعدوا رحولي الأرض وشوف إذا قطيت سمر من خلية لا ساعة يشيل ربنا دائما يطول باله علينا لأنه يتعامل معنا بها الأبو وهيدي وبها الصلاح لأنه منيح ليس لأنه نحنا منيح لأنه يفائق الصلاح ليس لأنه نحنا بس نحنا وقت منوعة لهيدي منصير نتجه صوب الخير أكتر ما منتجه صوب الشر يعني هيدا نقطة أساسية ويمكن نقطة التحول بحياة الإنسان إذا بيوع لرحمة الله ولمحبته المتنهية أنا بدأ أشكرك الوقت انتهى أبونا عميد المعاز خادم رعاية سيدة النياح لنوم الملكي الكاتوليك يعطيك ألف عافية وشكرا لحضورك وشكرا دائما أمين شكرا لوجودك مانا